ما هو أثر الفهم الخاطئ للدين في نشوء الغلوم؟ نعم نحن عندنا مشكلة نصف طالب العلم كانوا يقولون نصف طالب العلم أضر على الأمة من جاهل هذه دائما في تاريخ الحضارات وفي الواقع الأشياء الرمادية هذه بتخوف الأشياء الرمادية يعني واحد عنده شيء من الحق وشيء من الباطل يصير فيه التباس هذا الشيء الرمادي لا هو باطل صريح ولا هو حق صريح فعندنا هذا مشكلة نصف طالب العلم الذي قرأ شيئا من الكتب أو استمع إلى أحد من المشايخ وظن أن هذا هو الدين كله وهذا هو العلم كله وهؤلاء موجودون بكثرة في مجتمعاتنا وموجودون في صفوف الغلات أنفسهم بل للغلات منهم الحظ الأوفر نصف طالب العلم يشبه صاحب الجهل المركب يعني يشبه الشخص الذي لا يعلم ويظن نفسه أنه يعلم يعني الذي يقرأ كتاب واحد في الفقه إذا قد يظن أن هذا هو الفقه أنا قرأت كتاب عشر مجلدات في الفقه يظن أن هذا هو الفقه فما يسأله إنسان ويستنصحه إنسان عن قراءة كتاب الفقه إلا يشير إلى هذا الكتاب لأن هذا الذي يعرفه بينما العالم المتمكن يعرف أن هذا الكتاب صحيح هو عشر مجلدات أو عشرون مجلدات لكن هو يعرض آراء الأحناف أو الحنابلة أو المالكية أو الظاهرية أو الشيعة فهو كتاب صحيح ضخم ولكن هو لا يعرض ما هو كتاب فقه مقارن مثل المحلى لإبن حزم أو كتاب المغني لإبن قدامى هو كتاب مذهبي فالعالم ينظر إلى الرأي ويقول هذا رأي وهناك رأي آخر نصف طالب العلم يتلقى الحقائق العلمية الآراء يتلقى الآراء ووجهات النظر يتلقى على أنها حقائق مسلمة ويمضي عليها ويبني عليها وهذه حقيقة مشكلة كبرى عند الغلاب أين مثقفوهم الشرعيون أبو فلان أبو فلان أبو فلان أبو فلان مجاهيل من جهة طيب عرفنا من هو أبو فلان أين تاريخه العلمي من هم شيوخه أين درس ما هو إنتاجه العلمي إنتاجه العلمي أين هو فتجد معظم الذين يفتونهم أحداث الأسنان يعني يا أخي أنا حدثني أحد أحدهم قال له واحد كان زميلنا في الجامعة سنة ثانية في كلية الشريعة ذهبت إلى منطقة وألا هو صاير فيها كبير القضاة مشى مع الغلاد صار كبير قضاة عندهم لأنه هذا أحسن واحد عندهم حطوك ولابد لهم من قاضي فوضعوه كبيرا للقضاة عندهم وهو ثاني نحن نعرف الإنسان لما تخرج من كلية الشريعة موكل واحد يتخرج من كلية الشريعة يصلح لأن يكون قاضيا هذا يذهب يلازم قاضيا لمدة سنة أو سنتين ويدخل التدريب لأن هذه فيها دماء وهذه فيها أعراض وفيها أموال مولع به عندهم ما يكمل كلية الشريعة وإلا بيصبح قاضيا كبيرا صحيح فبدون لا علم ولا تدريب ولذلك نحن عندنا هذه المشكلة مشكلة سوء الفهم للشريعة لما يأتي أناس غير مؤهلين ويستلمون القضاء ويستلمون الفتي أو هذه أنا اللي سميتها يعني مشكلة نصف طالب العلم نصف طالب العلم وقد قالوا كما قلنا نصف طالب علم أخطر على الأمة من جاهل جاهل يقول أنا لا أعرف يسكت يسكت أما هذا لا هو يظن حاله أنه يعلم وهو لا يعلم وينزم الأمة بقول واحد وغابت عنه أقوال أخرى فيها ساعة وفيها